موسيقى مشاريع متعددة وبرامج متنوعة تطبيقات ومنصات رقمية تم إطلاقها على مدار سنة كاملة في إطار الاحتفالات المخلدة لذكر ستينية استرجاع السيادة الوطنية للتعريف بتاريخ الجزائري وما بذلته من جهود خلال معركة البناء والتشييد حصيلة عرضها وزير المجاهدين وذوي الحقوق خلال نزوله ضيفا في العدد الثاني من منتدى وكالة الأنباء الجزائرية مناسبة عظيمة أقول لنقف معا لنستذكر ما أولته الجزائر لستينية الاستقلال من أهمية بالها ويتجسد ذلك من خلال القرار السامي لسيد رئيس الجمهورية بداية وعنايته بهذا الموضوع فقد أولى تعليمات وقرارات جسدت في الميدان وكللت ببرامج راقية جدا وتم تجسدها في الميدان أعتقد أن العديد من القطاعات الوزيرية في إطار ستين استقلال أبدعت في الموضوع وأحيت مجالا طالما كان في ركود خلال هذه ستينية أنجزت وزارة الثقافة والفنون بعض القطاعات الوزيرية ووزارة المجاهدين الكثير من الأعمال التوثيقية في هذا الصدد تيسير الولوج للمعلومة التاريخية باستخدام الأساليب العلمية والرقمنة أساليب أولت لها وزارة المجاهدين أهمية بالغة حفاظا على الذاكلات الوطنية وزارة المجاهدين الآن بصدد تحيين منظومتها المعلوماتية أقول النظام المعلومة الذي نريد منه أن يشمل كل مناحي حياة المجاهد وذوي حقوق الشهداء فالآن كل ما يتصل بإدارة حياة المجاهد بغية التيسير والشفافية والتيسير بالنسبة لكل مقتضايات ومتطلبات هذه الفئة الغالية على المجتمع تم تجسدها في وزارة المجاهدين من خلال عصرنت ورقمنة كل ما يتصل بالنظام المعلومة للقطاع من جهته أكد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية على أهمية مرافقة وسائل الإعلام لكل الأعمال المتعلقة بالتعريف والحفاظ على ذاكلة الوطنية وكالة أنباء الجزائرية على غرار باقي وسائل الإعلام الوطنية ملتزمة أنها تستمر في مرافقة هذا المجهود هذا المجهود التامين خاصة وأن المسألة الذاكرة تتعنى بمكانة مرموقة في سياس الدولة لأن هذا الهدف السامي والنبيل أننا نوصل الذاكرة الوطنية بأمانة إلى الأجيال المتعاقبة لا يمكن أن يتم دون الالتزام والمرافقة النوعية لوسائل الإعلام على هامش المنتدى وكمبادرة أولى أهدت وزارة المجاهدين لوكالة الأنباء الجزائرية عينة من الكتب والإصدارات من بين 150 عنوانا جديدا طبعة بمناسبة الاحتفال بذكرى ستينية استرجاع السيادة الوطنية ترجمة نانسي قنقر